ازيكو احنا خلصنا لغاية دلوقتي الـ solid creation tools كل الـ solid عملناها المرة اللي فاتت وـ i hope ان انتو تكونوا فاهمين لغاية دلوقتي احنا من النهاردة هنبتدي حاجة من الحاجات اللي بتميز راينو اللي هي surfaces in rhino احنا ملخصين كل الـ commands في الحاجات اللي انتو شايفينها دي فاحنا عندنا الفايل هنشتغل جوه الـ rectangles دي واحد اتنين تلاتة بعدين اربعة خمسة ستة سبعة تمانية بعدين تسعة عشرة يعني الـ sequence ماشي كده هاخدكو step by step في الـ commands عندنا surface commands simple و advanced surface commands او surface creation commands كل الـ surface creation commands هنلاقيها هنا في الـ surface creation tool عندنا دول الـ surface creation tools بشوية حاجات تانية ليها علاقة بـ extrusion وحاجات in depth هناخد موضوع الـ extrusion ده اكتر النهاردة وهنضيف عليه شوية معلومات تانية اكتر فاحنا هنبتدي بـ the most basic او simple form of creating surfaces اللي هو surface from three or four corner points طيب احنا عندنا حكتين هنا اللي احنا نقدر نcreate surface from three or four corners ودي هنا الطول هنا فباسيكلي احنا بنكليك على الطول وبنقدر نبتدي نكليك at any point starting from three points فدي بتعمل لنا triangular surface او بندوس واحد اتنين تلاتة اربعة فبيعمل لنا surface متكونة من four corners فعندنا surface from three corners or four corners فده كده basic halls the most common or the most basic way of creating a surface بيتضاف عليها شوية موضوع rectangular planes لو تفتكروا احنا كان ممكن نعمل rectangle زي ده كده من هنا والrectangle ده نقدر ااا نعمله extrusion بس ما تعلمناش ازاي نحول ل flat surface ااا فمن هنا موضوع الrectangle planes نقدر او نرسم flat surface من rectangle planes في command بنقدر نحول منه ااا خلينا نشوفه في الكوماند اللي بعد كده طيب خلاص احنا قلنا واحد اتنين ثلاثة او واحد اتنين ثلاثة اربعة ده كده البيزيك نيجي للي بعديها موضوع فنقدر نعمل بياخد نفس بياخد نفس فنقدر نكتب له مثلا انا بس بحاولة دي تاكت احنا بنمشي قد ايه فيعمل لنا فدي كده خالص عندنا بقى شوية حاجات كتير جوة موضوع اللي هو برضو نفس فكرة اللي هو صايد وبعدنا عليه عندنا حاجة اسمها اللي هو نقدر نكريت زي كده نقدر نعمل حاجة اسمها مش هنستخدمها بس نقدر نستخدم الاتنين مع بعض الاتنين مع بعض اللي هو مثلا من هنا نقدر نسناب كده وكده اوكي فانا عملت سنابينج وممكن اقفل بقية الشيب كل ده انا بك بثري اور فور كورنر بوينتز عملت واحدة من فور بوينتز وعملت واحدة من ثري بوينتز واحدة منهم نقدر نلادي نمسك كل ده لو مسكناهم طبعا دي كده في البروبرتيز اسمها open surface ودي اسمها open surface كلهم اسمهم open surface لو مسكنا كل دور مع بعض ورحنا عملن لهم join فيقولنا ان دي closed poly surface دلوقتي اللي هي دي اوكي فده كده الموست كومن او الموست بيزيك عندنا حاجز مع cutting plane لو انا عايز اعمل حاجة زي cutting through an object فبنختار الcutting plane وبنختار مكان اللي عايزين نرسم فيه حاجة اللي بتقصلنا surface فبايزيكلي انا اخترت الخط اللي عايز اقطع عنده فدي اللي هي cutting plane بنختار الobject اللي عايزين نقطع فيه وبعدين بنختار هنا مثلا وهنا فبيعمل لنا على الobject بتاعنا عشان نقطع فيه افترض ان انتوا مثلا اخترتوا ده ورحنا ايلي له عايزين نعمل cutting plane هنا فراح عامل لنا بتاعنا لو عايزين تعملوا سريع او حاجة سريعة ممكن ترسموا وبعدين تقدروا تقيه تعمله بها يرسمها لكم على طول انها بتعدي بتبرز برة يمين وشمال وفوقه تحت اكتر من بتاع الobject بتاعكم خلاص دي كده اللي هي cutting plane في حاجة تانية اسمها picture frame picture frame دي ان احنا بنقدر نقدر ننزل صورة مثلا زي صورة زي دي كده بنقدر ننزلها لازم ندوز shift عشان تنزل او ارثو يعني فكده انا نزلت صورة اهي كنت اعمل سكرين شوت انا من راينو الobject عندي ممكن ننزل صورة لاي حاجة تانية فهنكتب picture frame او نختار picture frame ونروح نجيب مثلا صورة زي دي ونقوم عملين لها insertion انا هدوس shift برضو عشان احنا بنقدر نتعامل معها معاملة السورفس العادية خالص نقدر نروتيت نقدر نسكيل نقدر نستريتش نقدر نحركها في اي داركشن نقدر نعمل فيها اي حاجة خلاص الفكرة كلها ان دي سورفس عادية جدا زي السورفس اللي احنا لسه عاملينها فراينو دلوقتي بس محطوط عليها material لصورة فالmaterial للصورة دي نقدر نجيبها من material هنا properties جنبها material وجوه المaterial في حاجة اسمها color map فجوها حاجة اسمها two dot jpg jpg فنقدر نختارها وندخل هنلاقي الصورة اللي موجودة بالresolution بتاعتها طبعا بالlocation بتاعتها بكل حاجة فده كده ده كده ده كده way of creating surfaces i open into you got it let's move on to planner surfaces uh this is uh this is uh also a very basic way of creating uh surfaces uh it's called planner surfaces ودي التول بتاعتها هنا surface from planner curves و لو عايزين تكتبوها في command bar اسمها planner surface هنكتب planner surface فبايزيكي لو عندنا اي shape closed و planner closed اكيد انتوا عارفين يعني ايه closed curve closed يعني كله مقفول closed يعني مقفول closed يعني مقفول closed يعني مقفول اي curve closed و planner planner دي term لازم تبقوا اخدين بالكم انه كويس جدا انه هو يكون كل الpoints بتاعته على single plane يعني كله flat على الارض من الاخر خلاص لو فيه نقطة من النقطة عاملة كده this is not a planner curve خلاص ده كده curve عنده نقطة طيرة في الزد فعنده ثلاث نقطة على plane واحد ونقطة ربعة طيرة في الهوا just please take care of this لما اقلوكم ان الكيرف is not planner فاحنا we have to find another method to develop او to create surface بتاعتنا خلينا نستارت بس بال basic اللي هو planner فاحنا عندنا rectangle rectangle جبنا من هنا او رسمناه ببولي لاين وقفلناه خليناه closed فاحنا في البروبرتيز هنا هتلاقي اسمه closed curve لو we clicked على surface from planner curve هتلاقيه رح محاولها لكم على طول ايه لsurface ولو كتبنا لو احنا عملنا دلوقتي rectangle plane وحنا كتبين planner surface هيقوم عملنا يحولنا curve into a planner surface خلاص فالاتنين من هنا او نكتب planner surface الاتنين هيشتغلوا نفس ايه الحاجة طيب المشفارق معايا بقى هو شكل curve عمل ازاي بلارة بلارة